اشتركوا في القناة في البداية أشكر الإخوة التوجيه والإرشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ترتيب هذه المحاضرة وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود نبدأ أولا بتعريف العمرة والعمرة أشهر من أن تعرف لكن جرت عادة الفقهاء أنهم يبدأون الحديث بتعريفها العمرة لغة زيارة وشرعا زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص وتسمى الحج الأصغر وهذا قد جاء في حديث عمرو بن حزم وأن العمرة الحج الأصغر والعمرة عمل صالح من الأعمال العظيمة التي ورد في فضلها نصوص ومنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فتأمنوا هذا الحديث العظيم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما يعني أن العمرة إلى العمرة تكفر الذنوب فإذا اعتمرت مثل العام الماضي ثم اعتمرت هذا العام فهذه العمرة الجديدة تكفر الذنوب ما بين العمرة السابقة إلى العمرة التي تقوم بها الآن وهذا فضل عظيم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فهذا يدل على فضل العمرة وعلى أنها من الأعمال الصالحة العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم هل العمرة واجبة أو مستحبة هذا محل خلاف بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وقال بعضهم إنها مستحبة وليست واجبة وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والقول الراجح أن العمرة واجبة وذلك لأن هذا هو ظاهر الأدلة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء قتال قال نعم عليهن قتال نعم قالت كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه أحمد بسند صحيح فقوله عليه الصلاة والسلام عليهن هذا فيه إشارة للوجوب لأن هذا اللافظ إنما يقال عن الأمور الواجبة وجاء في حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن عند الركوب على الراحلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر رواه ابن داويل والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد فقوله واعتمر هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب وقد بوب على هذا البخاري في صحيح فقال باب وجوب العمرة وفضلها قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس إنها يعني فريضة لقرينتها في كتاب الله قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يريد ابن عباس رضي الله عنهما أن العمرة تذكر مع الحج في النصوص وأتم الحج والعمرة لله ما يذكر الحج إلا ويذكر معه العمرة فالعمرة مقارنة للحج كما أن الزكاة قرينة الصلاة فالقول الراجح إذن أن العمرة واجبة لكنها واجبة مرة واحدة في العمر كالحج واجب مرة واحدة في العمر وإن كان وجوب العمرة أدنى من وجوب الحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة اعتمر وحج عدة مرات لكن بعد الهجرة المحفوظ أنه عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة ويحجة الوداع واعتمر أربع عمر كلهن في شهر ذي القعدة وهذه العمر الأربع هي عمرة أول العمرة التي في السنة السادسة من الهجرة لما صد هو وأصحابه عن البيت في الحديبية والعمرة الثانية عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة والعمرة الرابعة هي العمرة التي كانت مع حجة الوداع فاعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر ابن عمر رضي الله عنهما قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب ولكن أم المؤمن عائشة رضي الله عنها استدركت على ابن عمر فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه وما اعتمر في رجب قط فالأقرب الله وأعلم أن جميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام أنها وقعت كلها في شهر ذي القعدة وشهر ذي القعدة هو أحد أشهر الحج وهو أحد الأشهر الحرم ومن هنا اختلف العلماء أيهما أفضل العمرة في رمضان أو العمرة في أشهر الحج قولان لأهل العلم والقول القائلون بأن العمرة في رمضان أفضل استدلوا القائلون بأن العمرة في رمضان أفضل استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة وقال حجة معي وهذا الحديث الصحيحين وأما القائلون بأن العمرة في أشهر الحج أفضل قالوا إن جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقعت في شهر للقعدة وهو من أشهر الحج ولو كانت العمرة في رمضان أفضل لأعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان والقول الراجح أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن المقرر عند الأصوليين أن دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل لأن دلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل فدلالة الفعل يرد عليها عدة احتمالات فمثلا اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج بعض أهل العلم يقول إن الحكمة منه هو أن يبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا كان شائعا في الجاهلية واستمر في أول الإسلام وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا المعتقد واعتمر في شهر ذي القعدة ويرد على ذلك أيضا احتمالات أخرى وعلى ذلك في القول الراجح هو أن العمرة في رمضان أفضل من العمرة في أشهر الحج ننتقل بعد ذلك الكلام عن صفة العمرة من أراد العمرة فالسنة له أولا أن يغتسل وأن يتنظف فإن كان في الميقات فإنه يغتسل في دورات مياه الميقات وإن كان في الطائرة فإنه يغتسل ويتنظف في بيته ويلبس ملابس الإحرام لكنه لا ينوي الإهلال بالعمرة إلا عند محاذاة الميقات وهو في الطائرة والأفضل أن يكون إحرامه بالعمرة وكذا الحج عقب الصلاة فإن كان وقت صلاة الفريضة قريبا انتظر حتى يصلي الفريضة ثم يهل بالنسك لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل بالعمرة والحج بعد صلاة الظهر أما إذا كان وقت الفريضة بعيدا فالأفضل أن يأتي بصلاة مشروعة ثم يحرم بعدها إذا كان مثلا في وقت الضحى يأتي بركعتها الضحى ثم يحرم بعدها إذا كان في الليل يأتي بصلاة الوتر ثم يحرم بعدها أو يأتي بسنة الوضو يتوضى ويأتي بسنة الوضو ويحرم بعدها فيأتي بصلاة مشروعة ثم يحرم بعدها وإلا ليس للإحرام ركعتان تخصه كما حقق ذلك جمع من أهل العلم وإنما السنة وردت بأن يكون الإحرام عقب صلاة عندما يريد أن يهل بالنسوك الأفضل أن يأتي بالتسبيح يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مستقبل القبلة ثم يقول اللهم لبيك عمره هل الأفضل أن يشترط أو لا يشترط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط أصحابه وقد حج معهم في حجة الوداع قرابة مئة ألف وإنما أمر بالاشتراط امرأة واحدة من أصحابه وهي الضباعة بنت الزبير وكانت مريضة فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فاشترطت ومن هنا اختلف العلماء في حكم الاشتراط منهم من ذهب إلى أنه مشروع مطلقا ومنهم من ذهب إلى أنه لا يشروع مطلقا ومنهم من فصل فقال إن كان المعتمر أو الحج يخشى من عائق نعيقه فالأفضل في حقه الاشتراط وإن كان لا يخشى من عائق نعيقه فالأفضل في حقه عدم الاشتراط ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني أنه لم يشترط الاشتراط في الظروف الحالية مع جائحة كورونا أقول الأفضل في حق كل معتمر أن يشترط في الظروف الحالية وذلك لأن المعتمر في الظروف الحالية لا يدري ما يعرض له فربما يصاب بهذا الوباء وربما يصاب به غيره ويمنع هو من إكمال العمرة لكونه مخالطا وربما يكون هناك إشكالية في التصريح وغير ذلك من الأسباب ولهذا فالأفضل في حقه أن يشترط الأفضل في حق من يعتمر في الظروف الحالية رجلا كان أو امرأة صحيحا كان أو مريضا الأفضل في حقه أن يشترط قبل الظروف الحالية كنا نقول أن الأفضل في حق أن الأفضل في حق من لا يخشى من عائق معيقه عدم الاشتراط لكن في الظروف الحالية الذي أرى أنه يشرع الاشتراط لمن أراد أن يعتمر في حق الجميع على أن المريض ينبغي له أن لا يعتمر لكن أقول الاشتراط يشرع في حق الجميع رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا لأنه في الظروف الحالية لا يدري الإنسان ما يعرض له وهذا الوباء لا زال قائما لا زال حاضرا والموجه الثاني من هذا الوباء قد بدأت في كثير من دول العالم ولذلك فالأفضل في حق من أراد أن يعتمر في هذه الأيام مع الظروف الحالية لجائحة الكورونا الأفضل في حقه أن يشترط فعندما يريد الإحلال بالعمرة يقول اللهم لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني ماذا يستفيد من الاشتراط يستفيد من الاشتراط أنه إذا عرض له عارض أو عائق يعيقه عن إكمال العمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه بينما إذا كان لم يشترط فإذا حصل له عائق يعيقه ليس له التحلل وإنما يكون حكم حكم المحصر فإن كان لو انتظر لأكمل العمرة وجب عليه الانتظار وإن كان لا يمكنه الانتظار يكون حكم حكم المحصر ويلزمه أن يذبح هديا وأن يحرق رأسه ينبغي لمن أراد أن يعتمر في الظروف الحالية أن يلتزم بالإجراءات الوقائية التي توصي بها الجهات المختصة فإن الالتزام بهذه الإجراءات فيه مصلحة للإنسان وفيه مصلحة للجميع وهذا يقودنا للحديث عن حكم بعض هذه الإجراءات وأثرها على العمرة من ذلك استخدام المعقم ما حكم استخدام المعقم للمحرم إذا كان هذا المعقم ليس معطرا فلا بأس باستخدامه للمحرم أما إذا كان معطرا فيجتنبه المحرم ويستخدم غيره من المعقمات غير المعطرة كيف يعرف أن هذا المعقم أنه معطر أو ليس معطرا يقرأ المكونات أو المحتويات إذا كان معطرا سيكتب من ضمن المحتويات عطر وهكذا يقال بالنسبة للصوابين والشامبو ونحوها فإذا كانت تجتمل على عطر فليس للمحرم أن يستخدمها وقت الإحرام تجد بعض الصوابين خاصة الصوابين السائلة عندما تقرأ المكونات تجد من ضمن مكونات عطر فإذا كان فيها عطر فليس للمحرم أن يستخدمها ويعدل عنها إلى الصوابين غير المعطرة ما حكم استخدام الكمامة للمحرم؟ إذا كان المحرم رجلا فلا بأس باستخدامه للكمامة وذلك لأن المحرم الرجل يجوز له تغطية وجهه على القول الراجح وهو قول الجمهور وأما ما جاء في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه فزيادة ولا وجهه غير محفوظة والمحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم وهي ولا تخمر رأسه هذه هي الرواية المحفوظة بل إن الإمام مسلما رحمه الله خرج الحديث بلفظ ولا تخمر رأسه ثم خرجه برواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه والإمام مسلم في كثير من الأحيان يخرج الرواية الضعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيع على ضعفها من باب التنبيع على ضعفها مثل مثل الرواية غيروا شعر هذا ثم خرجها بزيادة وجنبوه السواد وجنبوه السواد غير محفوظة فعلى هذا نقول إن زيادة ولا وجهه إنها شاذة أو غير محفوظة فلا تثبت ويبقى تغطية الوجه بالنسبة لمحرم على الأصل وهو الإباحة فعلى هذا نقول لا بأسة باستخدام المحرم للكمامة أما بالنسبة للمحرمة فلا بأسة أيضا باستخدامها للكمامة إذا كانت تغطي بها الفماء والأنفة فقط وليس لها أن تستخدم الكمامة التي تغطي بها جميع الوجه مع عدل عينين لأن الكمامة التي تغطي بها جميع الوجه مع عدل عينين تشبه النقام والمحرمة ممنوعة من لبس النقام بعض الأخوات تأخذ الكمامة وتضع على وجهها لكي تستغني بها عن تغطية الوجه وكأنها نقام ما الفرق بينها وبين النقام؟ النقام هو أن تغطي المرأة وجهها وتبدي عينيها طيب إذا وضعت الكمام على صفة تشبه النقام غطت جميع الوجه مع عدل عينين ما الفرق بينها وبين النقام؟ لا فرق بينها وبين النقام ولهذا نقول الأخوات عندما تستخدم الكمام فاجعلناه على الفم والأنف فقط لكن المرأة إذا احتاجت إلى لبس النقام لضعف بصرها مثلا وتريد أن ترى الطريق فيجوز لها ذلك وعليها أن تدفع الفدية والفدية هي ذبح شات في الحرم أو صيام ثلاثة أيام في أي مكان أو إطعام ستة مساكين مساكين الحرم وأيسرها الإطعام تشتري ست وجبات أرز مع لحم من مطعم المطاعم مكة وتوزع على ستة من فقراء الحرم المحرم عندما يأتي إلى مكة كما ذكرنا عليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات إذا أتى للحرم طاف بالبيت سبعة أشواط مبتدئا من الحجر الأسود وفي الظروف الحالية لا يسمح بتقبيل الحجر خشية انتقال العدوى فيكتفي المحرم بالإشارة إلى الحجر هكذا الله أكبر والإشارة تكون بيده اليمنى فقط وليس باليدين جميعا بعض الناس إذا آتا عند الحجر الأسود قاموا يؤشر بيديه هكذا هذا خلاف السنة السنة باليد اليمنى هكذا الله أكبر من غير زيادة بسم الله إنما يقول الله أكبر مرة واحدة ثم بعد ذلك أثناء الطواف اختار من الدعاء ما أعجبه من خيره الدنيا والآخرة ولم يثبت في ذلك دعاء معين عن نبي صلى الله عليه وسلم وأما الكتيبات التي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني هذه كلها لا أصل لها إنما يختار المسلم ما أعجبه من الأدعية كان عبد الرحمن بن عوف طيلة الأشواط السبعة يدعو بدعوها واحدة كان يقول رب يقيني شح نفسي رب يقيني شح نفسي فسئل قال إن الله يقول وميق شح نفسه فأولئك هم مفلحون هيدعوة عظيمة وكلما هذا الحجر كبر لكن الذي ورده هو ما بين الرقل اليماني والحجر الأسود يعني قبل أن ينتهي الشوط يقول رب آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقيني عذاب النار ويكرر هذا الدعاء حتى يصل إلى الحجر الأسود إذن يكبر كلما هذا الحجر الأسود هل التكبير عند نهاية كل شوط أو التكبير لأجل محاذاة الحجر إن قلنا إن التكبير عند نهاية كل شوط فمعنى ذلك أن التكبيرات تكون سبعا وإذا قلنا إن التكبير لأجل محاذاة الحجر فتكون التكبيرات ثمانيا لأنه سيكبر عند نهاية الشوط السابع والقول الراجح أن التكبير إنما هو لأجل محاذاة الحجر لأنه قد جاء في حديث بن عباس كلما هذا الحجر أكبر وعلى ذلك فتكون التكبيرات ثماني تكبيرات ثم بعد ذلك يسن له أن يصلي ركعتي الطواف والأفضل أن يكون خلف المقام إبراهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان في الحرم والسنة تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الكافرون والإخلاص ثم يذهب إلى المسعى إذا دنى من الصفة دنى قبل أن يصل فالسنة أن يقرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله ولا يكمل الآية لأنها وردت هكذا يقول يقرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله أبدأوا بما بدأ الله به ثم إذا أتى جبل الصفة صعد عليه واستقبل القبلة وحمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا يعني يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك لغى الملك ولغى الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ثم يكرر الذكر ثم يدعو ثم يأتي بالذكر معنى ذلك أنه يأتي بهذا الذكر التحميد والتكبير قول لا إله إلا الله ثلاث مرات والدعاء بينها يعني أن الدعاء مرتين فيأتي بالذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين ثم بعد ذلك ينزل من الصفة حتى إذا وصل ما بين العالمين الأخضرين وكان وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان بطن واد لكن هدم لكنه دفن فوضع عليه هذان العالمين الأخضران العجيب أن هذين العالمين يعني من مئات السنين ذكرهم الموفق من قدامة ذكر العالم الأخرى من قدامة يعني توفى سنة 620 للهجرة إذا أتى ما بين العالمين الأخضرين فإنه يسرع إذا كان رجلا وأما المرأة فإنها تمشي من غير إسرع حتى يصل إلى المروه وهو في ذلك أيضا يدعو يتخير من الدعاء ما أعجبك كما قلنا في الطواف من غير تخصيص لكل شوطم دعاء معين فإذا وصل إلى المروه فعلى كما فعل على الصفة حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا وقال لا إله أهل الله أحذر شريك حتى يكمل سبعة أشواط فإذا أكمل سبعة أشواط فإنه بعد ذلك إذا كان رجلا يحلق أو يقصر والحلق أفضل من التقصير والحلق معناها الحلق بالموس الذي يستأصل جميع الشعر وإذا قصر فلابد من أن يكون التقصير شاملا لجميع شعر الرأس وأما ما يفعله بعض الناس لأنه يقصر من الجانب الأي من شعرتين من الجانب أيس شعرتين من خلف شعرتين فعند كثير من أهل العلم أن هذا لا يجزئ وأما بالنسبة للمرأة فإنها تجمع شعرها على شكل ضفائر وتأخذ من آخر كل ضفيرة قدر أنمولة يعني قدر رأس الأصبع تقصر بقدر رأس الأصبع وبهذا يكون قد انتهى من عمرته هذه هي العمرة من المسائل التي يكثر السؤال عنها نعم أو من المسائل التي منبع عليها هنا أن بعض الناس وهو محرم إذا أراد أن يصلي يلقي رداءه ويصلي بالإزار فقط وهذا خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء صحيح أن الاطباع في طواف العمرة أنه سنة ومعنى الاطباع أن يكشف كتفه اليمنى لكنه إذا فرغ من الطواف فالسنة له أن يغطي كتفيه ويصلي لأنه إذا صلى وقد كشف عاتقيه فيدخل في النهي الوارد في الحديث وتغطيت العاتق في الصلاة عند بعض أهل العلم واجبة كما هو المشهور مذهب الحنابلة وإن كان الجمهور على أنها مستحبة ولأظهر أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب ولهذا أقول ينبغي بعد الطواف إذا أردت أن تصلي وتأتي بركعته الطواف أن تغطي عاتقيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذه هي أبرز المسائل والأحكام المتعلقة بالعمرة ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر